في مدينة روكفيل على مشارف العاصمة واشنطن يطالعك كنيس لليهود السفرديين الذين نزح أجدادهم إلى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد نهاية حكم المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية كارول كاستيل صحفية أمريكية يهودية من وصول أوروبية تهتم بتاريخ وثقافة اليهود الشرقيين وقد أخذتها أسفارها ذات يوم إلى أرخبيل جمهورية الرأس الأخضر المستعمرة البرتغالية السابقة قبالة ساحل السينيغال وموريتانيا خلال تنقلاتها هناك استوقفتها قبور يهودية تحمل أسماء أسر شبيهة بأسماء يهود المغرب وقد وجدت كاستيل منذ إذن ضالتها في مشروع لترميم المقابر اليهودية في الأرخبيل مستعمرة إلى المغرب إذا كنت تأخذ الطرق حف Let's Work a synagogue of worship or cemetery it's very appropriate that these Jews created burial grounds in Hebrew we called it have in Chadisha to honor their dead and they stand as a testament to the lives of these Jews and that is what we are hoping to do with the project to honor their memory and their legacy through the restoration بداية استقرار اليهود السفرديين في الرأس الأخضر تعود إلى القرن الخامس عشر عندما نزحوا من البرتغال حسب كاستيل التي تقول أيضا إن موجة جديدة منهم وصلت من جبل طارق والمغرب خلال القرن التاسع عشر وبالإضافة إلى كون مقابرهم في الأرخبيل شاهدا على حقبة فريدة من فترات الهجرة والنزوح وجدت كاستيل في تلك المقابر دلالات أخرى نحتاج إلى أن نتذكر ونعرف على هذا المقابر أن هذا قائد من مروقعين جديدوا إلى كيب فردي وقد تتعرضوا كبيراً للمشاهدة ومعارضة ومعارضة ونحن لا نتذكر من ذلك وهذا قائد من المقابر ونحن أتمنى أنني أستطيع أن أصدروا إلى الحياة ومعارضة لا يعرف الكثير عن هجرة اليهود السفرديين إلى العالم الجديد عبر الرأس الأخضر فيما مضى من عصور ما هو مؤكد هو أن موقع الأرخبيل كان ولا يزال صلة وصل بين عوالم مختلفة لعب فيها البرتغاليون دوراً مؤثراً إذ رسخوا مثلاً نفوذهم في إفريقيا وأمريكا الجنوبية كما قال كارلوس رامون فيغا سفير جمهورية الرأس الأخضر في معرض حديثه عن وصوله اليهودية فيغا كان يتحدث في حفل نظمته كاستيل للتعريف بأرخبيل الرأس الأخضر وبهوية وثقافة يهوده ذات الأبعاد الإفريقية والأيبيرية والشرقية كما عكستها جاردينيا بن روش أحد إعلام الغناء في الأرخبيل ما حجم الهوة التي تفصل عالم اليهود الأوروبيين في الولايات المتحدة عن نظرائهم من أصول شرقية يختلف الجواب من وسط يهودي إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى غير أن أمل كارلوس كاستيل هو أن يسهم مشروعها في فتح أبواب ظلت موصبة أبواب يتقاطع خلفها العرق والدين والتاريخ والجغرافيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر